السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة والاخوات في كل مكان وفي كل زمان حيكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من الصحراء المغفرة الجرداء في منطقة دالبندين في منطقة شاغي في اقليم بلوشستان في باكستان النهاردة لدينا يوم طويل مش هنا في عشرات ومئات الاميال شان نزور اربع او خمس قرى هتشفوها فيما بعد شان نحاول نشعر بالمعاناة اللي بيشعر بها الناس اللي عايشين في هذه الاماكن نحاول بنشعر بمعنى نقص المياه الصالحة للشرب نقص التعليم للاطفال والاولاد نقص المراقض الصحية نقص الموارد التي نستطيع وتستطيع الناس ان يعيشوا منها هذا المكان يعاني من جفاف لمدة اربع سنوات اربع سنوات جفاف لذلك انا هنا في الصحراء عشان اتحدث مع الصحراء وتحدث مع من يعيش داخل هذه الصحراء من ملائكة وخلائق لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وانادي اصحاب الملايين والبلايين والتريرينات الذين ينفقون اموالهم في العربات الدهب وفي التائرات الفدة وفي اليخوت الملألأة باللؤلؤ والزمرد وفي شراء الانديا الرياضية في اوروبا وفي شراء لاعب يكولة القدم وفي عمل الملائم وقامة الولائم والاعراس وشراء الجمال والحصنة الذين ينفقون فيها عشرات ومئات الملايين من الدولارات او الجنيهات اقول لهؤلاء الحياة هنا لن نستطيع ولن يستطيع احد ان يثبت انهم متحدر بعمارة بناها او بحصن اشتراه او بعرب دهب او بلاعب اشتراه او الاخر الحضارة بناء مجتمعي والحضارة بناء ثقافي والحضارة بناء قيمي والحضارة بناء تاريخي والحضارة بناء عقيدي هذه الاموال تنصف وتنفق من الاولى لنا ان تنفق في هذه الاماكن وناس يعانون من الكفاف لمدة اربعة اعوام متولية يعيشون بالكفاف او ما دون الكفاف يريدون مياه صالحة للشرب يريدون مراكز صحية يريدون مشاريع خدمية يريدون مدارس يريدون اشياء كثيرة لكي تقيم بها او نقيم بها مجتمعاته داء اليوم ليس لأصحاب الملايين بنا يكرمهم فيما ينفقوناه فيها ولكن للشباب شباب ان يأتي هنا لكي يصنع تغيير لكي نحول هذه السحراء الجرداء الى خضار وجنان وزروع وثمار باذن الله سبحانه وتعالى لكي نسعد قلب كل فقير وكل محتاج وكل مسكين وكل نازح انا هنا معكم لكي نطبق اية واحدة من ايات في القرآن وهي في سورة الماعون رأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحد عطان المسكين لقد صفرت الالاف الاميال الى ان وصلت لهذا المكان لكي اتذكر معنى هذه الاية وهي الحد 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 لماذا؟ لانه ليس عندي الامكانيات المادية كأصحاب الملايين والبليونات البلايين لكن قد يسمعني شاب او شابة اوعى مني واذكى مني ويحبهم الله سبحانه وتعالى اكثر مني يستطيعوا عمل هذا التغيير في الرسالة اليوم اليوم هي الحد واشاعة حاجة المسكين واشاعة حاجة تغيير مثل هذه المجتمعات واصحراوات الى جنان الى جنان باذن الله سبحانه وتعالى ولا يحدوا على طعام المسكين اليوم ايها الشباب ندايا أن لا تحبطوا ولا يحبطكم أحد وأن تنتغلوا بتغيير الحياة التي يعيش فيها هؤلاء الناس وتغيير أركان حياتهم فيها لكي تستطيعوا أن تسعدوهم ويسعد بكم رب الخلائق سبحانه وتعالى وكل هذه الملائكة التي حولنا في هذا المكان شاهدت علينا كل هذه المخلوقات هنا التي ترانا ولا نراها وتسمعنا ولا نسمعها وتعي ما نقول ولا نعي ما تقول نحن هنا نتحدث عن حقيقة حقيقة مجردة وهي أنكم أيها الشباب قادرون على إحداث التغيير أنكم أيها الشباب قادرون على صنع التغيير أما من ينفقون أموالهم بالمليارات إلى آخره إلى آخره لكي يثبتوا العدم أنهم متحدرون على شراء أندية أو إلى آخره أو لعيب الكرة أو إلى آخره وهذه ليست حضارة حضارة يصنعها هذه أبناء هذه المجتمعات التي أقف على أرضها حينما نمكنهم ونعلمهم ونؤهلهم ونبني لهم المجتمعات وندي أيضا أصحاب الجمعيات الخيرية الذين يبكون فقط على المصائب والحروب والنزوح إلى آخره وهذا شيء جيد لكنه مش كافي الكافي أن تأتي هذه الشخصيات المرموقة من أصحاب الجمعيات لتحاول تغيير هذه المجتمعات إلى الأحسن التغيير البناء التنمية الأبحاث المناصرة المؤازرة التكافل الأوقاف كل هذه الأشياء نستطيع بها أن ننشئ هذه الحضارة من داخل هذه الأرض الصحراوية الجرداء القفراء لكم أيها الشباب المستقبل لكن لا تضيعوا حياتكم أمام الفيسبوك وأمام التويتر وأمام كل هذه الوسائل بل اجعلوها وسيلة من وسائل التغيير المجتمعي الحياة ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وشهور ستنخدعوا بأعداد اللايكس أو الهاشتاج ولكن ابنه أركان الحياة وحولوا هذه الصحراء لهؤلاء الناس الذين يعيشون هنا في الأربعة أعوام الماضية في جفاف في جفاف في جفاف ليس فقط في بلوشستان لكن في أي مكان في العالم انطلقوا واخرجوا وحاولوا صناعة التغيير المجتمعي بكل ما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من علم وقوة ومعارفة وقدرة حتى لو لم يكن معكم المال المال يعطيه صاحب المال سبحانه وتعالى ان شاء الله أنا أقيمه اليوم معنى واحد لآية وحدة من آلاف الآيات في القرآن وهي الحد 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 وهو إشاعة حاجة المسكين وحاجة المحتاج وحاجة اليتيم وحاجة الأرملة وحاجة الشريد وحاجة النازح وحاجة اللاجئ وحاجة كل من امتحناهم الله سبحانه وتعالى بشذف العيش أشكركم جميعا لحسن استماعكم وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى في مكان آخر لنصنع معا التغيير الذي سيتباهى به الله سبحانه وتعالى بما تفعلونه أمام الملائكة يوم العرض وامام حمالة العرش يوم العرض ويسعب به المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسعب به كافة الأنبياء جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته